جاء في الحلية لأبي نعيم أن الحسن البصري رحمه الله نقي رجلا وكان ذلك الرجل عنده نوع تفريط وتقصير فقال له الحسن كم تبلغ من العمر؟ قال ستين سنة قال أما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته؟ أما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته؟ قال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون قال له الحسن أو تعرف تفسيره؟ هل تعرف معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ قال وما تفسيره؟ وفعلا كثير من الناس ربما يقول أذكار مشروعة ويكررها لكنه لا يعرف معناها ومدلولها قال أو تعرف تفسيره؟ قال وما تفسيره؟ قال إنا لله أي أنا لله عبد وإن إليه راجعون أي أنا إليه راجع فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جواباً انتبه الرجل وأحس أنه ينبغي عليه أن يتدارك فقال مخاطباً الحسن ما الحيلة؟ أعطني المخرج ما الحيلة؟ قال الحيلة يسيرة الحيلة يسيرة أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى